فلا حرج عليه وإن أراد الحج فيجب عليها يأتي بشروطه ومنها وجود التصريح التصريح لم يأتي اعتباطا ولم يأتي تضييقا على الناس إنما آتا لتحقيق المصلحة الشرعية درء المفاسد وجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها ونفي الضرر والأذى عن هذه الأعداد المليونية لا يمكن أن يتكدس الناس بهذه الأعداد ولا قدر الله أي حادث أو شيء من المسؤول إذن المملكة تنطلق من مسؤولياتها الدينية والتاريخية ولهذا أفتهيئة كبار العلماء والمجامع الفقهية ورئاسة الشؤون الدينية بالتأكيد على أهمية التزام الحاج بالتصريح لمصلحتك أيها الحاج ولمصلحة إخوانك المسلمين ولكي لا توقع نفسك وغيرك بالأذى والتهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم ولهذا بعض المزايدين والمغرضين يرون أن في هذا عنة وتعنيتا على الناس وهو في الواقع عين مصلحتهم وعين أمنهم واستقرارهم وأدائهم هذه العبادة بكل يسر وسهولة وبأمن واطمئنان إذن جاء التصريح على ضوء القواعد الفقهية والنصوص الدينية والمقاصد الشرعية وأمن الحرمين خط أحمر لا يمكن أن يتجاوزه أحد في كل الشرائع ومهما كانت الذرائع والمملكة من واجبها أمام الله ثم أمام العالم والتأريف أن تضبط النواحي الأمنية ومع هذه الأعداد الكبيرة لا بد من ضبط الأمور في وجود هذا التصريح ترجمة نانسي قنقر